بداية الجحيم على الأرض تكيف كوكب الأرض الأرض تغلي والعلماء يجربون تقنيات محرمة لتبريده من فضلات الحتان إلى حجب أشعة الشمس تقنيات متطورة وبعضها غريب جداً لتبريد الأرض ومواجهة الاحتباس الحراري سجلت مدينة أسوان المصرية درجة حرارة وصلت إلى 49.4 درجة مئوية لتكون الأعلى بجمهورية مصر العربية بينما تخاطط المملكة العربية السعودية في بعض المناطق 55 درجة مئوية أما الإمارات العربية فقد سجلت 35 درجة وقطر بلغت 33 درجة مئوية والكويت 36 درجة والبحرين 34 درجة تشهد الأرض ارتفاعاً غير مسبوق في درجات الحرارة حيث ذكرت الهيئة العالمية لمراقبة المناخ أن شهر يونيو لهذا العام كان الأشد حرارة في تاريخه على الإطلاق على مستوى العالم الزيادة في درجة حرارة الأرض خلال السنوات الماضية كانت مرتفعة جداً ولهنعكاسات سلبية على البشرية سبب ذلك هو النشاط البشري للسكان والدول والشركات وما يعرف بالانبعاثات الغازية التي أدت للاحتباس الحرارية أصبحنا نرى الصيف مبكراً والشتاء متأخراً على البشرية أن تستشرف المستقبل وتعيد التكيف مع المعطيات المناخية وتبحث عن حلول أكثر جدية لتخفيف حرارة الأرض التي سوف تتحول إلى جحيم خلال عدة سنوات يتوقع الخبراء فشل الحكومات في التخلي عن الوقود الأحفورية وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارية ما يودي إلى استمرار اتفاع درجات حرارة الأرض ما يستدعي التفكير في حلول أخيرة لإنقاذ كوكبنا لعل أبرز المشاريع التي تقدم بها العلماء مشروع تفتيح السحابة البحرية والذي يعد واحداً من ثلاث تجارب ميدانية تعمل عليها الولايات المتحدة حيث يقوم الباحثون على متن سفينة قبلة الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا بالقرب من جزر وايتسانداي برش خليط مالح من خلال فوهات الضغط العالي في الهواء في محاولة لتفتيح السحب منخفضة الارتفاع والتي تتشكل فوق المحيطة ويأمل العلماء أن تعكس السحب الأكبر والأكثر سطوعاً ضوء الشمس بعيداً عن الأرض وتضليل سطح المحيطة وتبريد المياه حول الحجز المرجني العظيم حيث أسهم ارتفاع درجات حرارة المحيط في نفوق المرجانة على نطاق واسع أملين في استعادة الشعاب المرجانية وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 64 مليون دولار أما في ماسا شوستس فيخاطط الباحثون في معهد واتزهول لعلوم المحيطات لصب 6000 جالون من محلول سائل من هيدروكسيد السوديوم أحد مكونات الغسول في المحيط ويأملون أن تعمل القاعدة الكيميائية مثل قرص كبير من التومز أي دواء مضاد للحموضة مما يخفض حموضة قطعة من المياه السطحية ويمتص 20 طن مترياً من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي ويخزنه بأمان في المحيطة قال العالم المشارك في هذا المشروع عندما تصاب بحرقة في الماعدة فإنك تأكل قطعة من التومز التي تذوب وتجعل السائل في معدتك أقل حمضية وقياساً على ذلك فإننا نضيف هذه المادة القلوية إلى مياه البحر ما يسمح للمحيطات بامتصاص المزيد من ثاني أكسيد الكربون من دون إثارة المزيد من تحمض المحيطات كل ما نراه حتى الآن هو أنه آمن بيئياً وتبلغ تكلفة المشروع الذي يطلق عليه تعزيز قلوية المحيطات نحو عشرة ملايين دولار بينما قرر باحث في المناخ استخدام الهندسة الجيولوجية الشمسية لتبريد حرارة كوكب الأرض بالطريقة نفسها التي تتسبب بها البراكين وهي عبارة عن غيوم عاكسة لأشعة الشمس وجاءت الفكرة بعدما رصد مسح جيولوجي أمريكي بعد ثوران بركان جبل بيناتوبو في الفلبين عام 1991 ألاف الأطنان من ثاني أكسيد الكبريت في طبقة الاستراتوسفير مما أدى إلى خفض متوسط درجات الحرارة العالية بنحو درجة فهر هايت واحدة وفيما تم رفض فكرة تكرار هذه الظروف لمكافحة تغيير المناخ بشكل عام باعتبارها خيالا علميا أكثر من كونها علما حقيقيا ولكن نظرا لأن آثار تغيير المناخ أصبحت أكثر خطورة أغضوحا فقد حظيت الفكرة باهتمام وأكثر جاذبية وفي هذه الأثناء جمعت شركة ميكسانستاس التي أسسها الباحث في المناخ لوك إزمان أكثر من نصف مليون دولار من رأس المال الاستثمارية للصنع غيوم عكسة على ارتفاعات عالية وقابلة للتحلل الحيوية تعمل على تبريد الكوكب وهو تقليد للعملية الطبيعية إذ إن السحب اللامعة ستمنع الاحترار العالمي الكارثي وتطلق شركة ميكسانستاس على ما تفعله اسم تحسين البياض وهو مصطلح علمي يشير إلى عكس ضوء الشمس ويرى إزمان أنه لم يعد هناك وقت وأنه الحل الأفضل لإبقائنا عند مستوى أقل من درجتين مئويتين من مستويات ما قبل الثروة الصناعية تواجه نظرية إزمان بعض الانتقادات خاصة أن النتائج السلبية يصعب قياسها بشكل كبير فضلا عن عدم وجود قانون دولي نظم مثل هذه التجارب والتي سيكون تأثيرها خارج حدود منطقة أو دولة معينة لم تتوقف التجارب عند هذا الحد بل هدف التجربة تستخدم براز الحوت الاصطناعي إلى امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي بفضل العوالق النباتية تمتص العوالق النباتية ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي ويأمل الباحثون في زيادة كمية ثاني أكسيد الكربون التي تمتصها المحيطات من 30 إلى 50% تمتص أزهار العوالق النباتية ثاني أكسيد الكربون وهو أحد الغازات الدفينة الرئيسية الأربعة التي تساهم في تغيير المناخ وبعد أن تتغذى على ثاني أكسيد الكربون تطلق العوالق النباتية الأكسجن في المقابل حيث يأمل العلماء أن تتمكن التكنولوجيا التي تستخدم فضلات الحيتان الاصطناعية لإطعام العوالق من التقاط نصف بعاثات غازات الدفئة العالمية في العالم ولكن هذا ليست أغرب الطرق لتبرد كوكبنا فهناك المزيد مثل تجربة رش السحب بملح البحر إذ تساعد جزئيات الملح على تكوين قطرات ماء صغيرة ولمعة في السحب تعكس ضوء الشمس بعيدا عن الأرض لتفادي تسخين الكوكب ولكن حتى سنوات قليلة مضت كان العديد من العلماء يعارضون التدخلات البشرية خوفا من العديد من العواقب السلبية التي لا يمكننا السيطرة عليها والتي لا يمكننا التنبؤ بها فالتدخل ضروري لكن علينا أن نكون حذرين للغاية في كيفية القيام بذلك فعلى سبيل المثال يمكن أن يؤدي حقن ثاني أكسيد الكبريت في الغلاف الجوية إلى إتلاف طبقة الأوزون والتسبب في أمراض الجهاز التنفسية وإحداث أمطار حمضية إضافة إلى أن التكلفة الخاصة بهذه التقنيات تبلغ عشرات المليارات من الدولارات في العام الواحد لتبريد الأرض بمقدار درجة مئوية واحدة إذا أعجبكم محتوى قناتنا يمكنكم دعمنا أو الإعلان على قنوات متى عقلك عبر رابط الفان لايك في الوصف أسفل الفيديو ترجمة نانسي قنقر